تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من دبط 667 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 656 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حكب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تمكنت أجهزة الوزارة من دبط قرابة 59 طن إلى جانب دبط أكثر من 512 طن في مجال حكب أرز الشعير والأبيض والبايع بأسعار من السعر الرسمي للأرز الأبيض فيما تم دبط قرابة 67 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأس ازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن دبط 915 قضية في مجال قضايا المخابس من بينها 287 قضية خبز ناقص الوزن و218 قضية خبز غير مطابق للمعصفات اشتركوا في القناة